قضايا المحكومة ثاقت ربعات المليون حكم في حين ما حال عدنا من القاضي؟ عدنا ربعالاف؟ لا عدنا ربعالاف إلا حيدنا منهم أحد ألف ديال النيابة العامة ما كيف يقولك؟ كيف يقولك تلتلاف ديال الأحكام تلتلاف الأحكام فيهم كيلي ملحقين في إدارات ديال الدولة بالتالي ما كيحكموا ما ولو فيهم قضاة التحقيق لأن الأحكام المعلنة عنها الأحكام البدتة في الدعاوة وليس مثلا الأوامر ديال القاضي التحقيق فيهم تخصصات أخرى التي يكون النسبة للأحكام التي يصدرونها تكون قليلة إذن إذا ما أدخلنا كل هذا في الاعتبار راكبان على أن العمل فعلا عمل مضني ما أعدل الأعدد الأحكام لكل قاضي تقريبا؟ المعدل 1500 في السنة في حين أن الرقم أو المعدل الدولي لا يتجاوز 480 في السنة بنسبة تقريبا 11 ملف في الأسبوع بالنسبة لأننا في المغرب لا نقوله 15 ألف حفوا 1500 حكم في السنة تقريبا في الأسبوع تفوق المئة حكم وكاين القوضات الذين يصدرون أكثر من 150 حكم في الأسبوع كيف يمكن القاضي أنه يطالع الوثائق الملف ويحرر الحكم في مباعد ودى الحيثيات له وهذا الوتيرة وهذا العدد الكبير للقضياء أمانه هنا هذا هو مربط الفرس ودائما النادي قطة المغرب كان يرافعه من أجل تخفيف عن القاضي مثل هذه الأعباء على الأقل فيما يتعلق بتحرير الأحكام القاضي في خضم هذه الأعباء يتولى دراسة الملفات وثقة بوثقة رغم كثرة تلك الملفات يعني يجهز الملفات التي تكون جاهزة بالقانون مهما بلغ عددها وقد تكون مثلا أو تبلغ في جلسة واحدة 150 200 300 ملف ركينا بعض الشعب وبعض القضايا التي يكون الملفات الجاهزة 200 200 ملف ركي لك تدخل التأمل إذا كتدخل التأمل يحررها في أسبوع إذن كيف سيوفق هذا القاضي بين منطق الكم ومنطق تحقيق العدالة والإنصاف بطبيعة الحال بطبيعة لا شك في ذلك لأنه في نهاية لا شك في ذلك سيؤثر على جودة الأحكام وسيؤثر حتى على جودة العمل بصفة عامة مثلا أغلب القضاة وإنما في أعريضة من القضاة تشتغل كثيرا خارج أوقات العمل مثلا كين لك يخرج مع 12 الليل يدخل مع 8 ونص في الصباح المحكامة ويخرج مع 12 الليل هذا شيء لا المواطن ولا من يقوم بمراقبة وتقييم عمل المحاكم وعمل القضاة ربما ما كيحسش به إذن كيف هذا القاضي هذا يعني مكلف بهذه الأعباء كاملة ونطالبه ربما بأن يكون ميزاليا أكثر من ميزالية ترجمة نانسي قنقر